هل هذه الممارسة دستورية أم لا؟ لا أعتقد أن هذه ممارسة دستورية أعتقد أن المرأة يجب أن تتمتع بما يتمتع به الرجل لأن الرجل إذا أراد أو اضطر أن يعمل عمليات خاصة بجسده يعني لا يأخذ إذن زوجته وبالتالي هناك ممارسات يجب أن ممارسات قديمة ليست قانونية لا تتماشى مع حقوق الإنسان ويجب على الجهات المعنية أن تتصدى لمثل هذه الممارسات ومن أهمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان هو الجهة المعنية التي بإمكانها أن ترصد هذه الممارسات وأن تضع الحلول العملية والقانونية لها